اشتركوا في القناة فريق الكشافة بالبعثة البحرينية من اجل صورة ناصعة لبلاده يسطر اروع صور التفاني لجنة الكشافة من اللجان اللي له تاريخ طويل في بعتة مملكة البحرين للحج نحن نعمل مع اللجنة الامنية في عملية التفويج في عملية النافرة الى مزدلفة بالاضافة ان عندنا مشعر منا نحن مسؤولين عن عملية تنظيمة وتوزيع القسائم على المقاولة للحجاج بالاضافة الى المحافظة على عملية النظام فيه ومتابعة حجاج مملكة البحرين وتقديم كل التسهيلات لهم وقبل ايام تفصل الحجيج عن صعود عرفة والنفرة الى مزدلفة ورمي الجمرات بميناء اطلعت بعثة الحج البحرينية على كافة التجهيزات والترتيبات اللازمة في تلك المشاعر واشرفت على جهد المطوفين الذين يعتنون بحجاج المملكة اوفر عندي مساحة الارض حوالي 11000 متر باوفر فيها خيمة من نوع البي بي سي عبارة عن خيام الماني مضادة للحريق باوفر فيها مكيفات عبارة عن خمسة طن اللي هي 60 ألف وحدة لكل 30 متر باوفر المكيفات مكيفات الحمد لله وفقنا في هذا العام كانت مكيفات جديدة ثلاجات باوفر ايضا نفس الشيء لساعة 60 كل 60 متر باوفر ايضا فريزر عندي الله يباري فيك عندنا بنفرش بنوفر الزل في المواقع بنوفر الصوفة عبارة عن خدمة جديدة قدمناها لهذا العام والله هي الصوفة بد الحمد لله وفقنا لهذا العام بتوفير عدد كبير ووصل الى حوالي 2000 الى 3000 صوفة ادارة البعثة البحرينية طافت بتلك المشاعر وتحققت بذاتها من كل الخدمات التي تطمح اليها ويستحقها ضيوف الرحمن من مملكة البحرين طبعا هذه جولة تفقدية لمواقع مخيمات ميناء وعرفات للوقوف على استعدادات وتجهيزات لاستقبال حجاجنا من المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين طبعا هذه تم تسليم المواقع المخيمات لجميع المقاولين وكذلك بالنسبة لمخيمات عرفات ايضا تم تسليمهم في هذا اليوم الشكر موصول للمطوف ايهاب بدر لقيامه بنصب هذه المخيمات الجميلة الحقيقة والكل يثني عليها خيرا لجان وفرق بحرينية لم تعهد الاضواء لكنها تقف خلف كل نجاح يكتب باسم البحرين على قدم وساق شحذ الهمم وتشمير السواعد شعار اتخذته جميع لجان بعثة الحج البحرينية ليس لشيء سوى خدمة حجاج بيت الله الحرام في هذه الارض المباركة لتلفزيون البحرين صالح يوسف مكة المكرمة